النهاردة هنتكلم كمان مع دفنا النهاردة للأستاذ إيهاب الجنيدي هنشوف الوضع ايه في مجموعة النادي الأهلي في بطولة أفريقيا ان شاء الله لكن خلينا بعد قبل ما نتكلم على الصحب نتكلم في بعض النقاط السريعة الأخبار السريعة النهاردة استعبال الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي المشجع الأهلاوي أمح طبعا مكسر أمح طبعا مكسر السوشيال ميديا محب للنادي الأهلي جدا يعني عاشق للنادي الأهلي النهاردة يمكن النادي الأهلي بيحل مشكلة أمح بخصوص طبعا دخول المباريات ودلوقتي بيحق ليه انه يحضر كل مباريات النادي الأهلي اللي جاية النهاردة كمان اتسلم المشجع الأهلاوي الكبير هدية من الكابت المحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومن الدكتور سعد شلبي افتشارة النادي الأهلي أمح طبعا سعدته كبيرة جدا جدا زي ما بقول لحضراتكم يمكن كان في بعض المباريات معينة بيحاول يخش ما دخلش فبدأ يبكي على البوابة انه عايز يخش ويشوف النادي اللي بيحبه وبيعشاؤه لكن المشكلة دي اتحلت النهاردة عن طريق إدارتنا كابتن محمود الخطيب دكتور سعد شلبي بيده كارنيه أولا بيدي له تشيرت النادي الأهلي كمان بيدي له كارنيه انه قادر انه يخش لأي مباراة للنادي الأهلي ده جماعة طبيعي بتاع النادي الأهلي ده الطبيعي بتاع النادي الأهلي النادي الأهلي نادي عالمي وكل احنا بنشوف يعني اللي بيتابع أكيد البريمير ليج والدوريات الأوروبية بيشوف ان الأندية الأوروبية بتهتم جدا جدا بزول المهام الخاصة بنشوفهم في قاعدين في أرضية الملعب بنشوف ليهم أماكن خاصة فالنادي الأهلي لا يقول احترافية عن هذه الأندية ودايما بيبص ودايما سبقين بخطو النهاردة أمه بحق أماله أنه هو متواجد دايما في مدرجات النادي الأهلي شفنا في الفيفا لما دعا المشجع البرازيلي الكفيف نيكولاس وهو والدته سيلفيا للتواجد في بوزابي لحضور منافسات كاس العالم للأندية طبعا مع مشاركة فريق بالميروس في البطولة للمرة التانية في تاريخه ونيكولاس طبعا كمان هو من أشهر المشجعين في البرازيل عنده مكانة كبيرة جدا جدا ما بين جماهير بالميروس فعايز أقول لحضراتكم أن داية العادة في الأندية الكبيرة الأندية العريق نادي الأهلي نادي كبير نادي عريق بيبص الكل بيوسع القاعدة القاعدة كبيرة جدا جدا وخاصة ذو المهام الخاصة أكيد ليهم عين أو النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي بقيادة الكchild محمود الخطيب كمان ما بيأخفلش هذه المجموعة وبينظر لها نظرة خاصة جدا جدا وهوما فعلا يستحقوا لأن عشقهم كبير جدا جدا للنادي الأهلي